لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما ندخل لتنسى العدد الكسري المختزل الذي يساوي الكسر المعروض في البطاقة إذا نحاول نرى العدد الكسري المختزل إذا لديه 2 على 6 نقوم بتقسام الخاصة الهند من خلال على المتعقل نقوم بتقسام الخاصة الهند رمضة المال إذا إذا قسمت هذا على إثنان شعر يعطني واحد وإذا قسمت هذا على إثنان يعطني ثلاثة إذن واحد على ثلاثة إذن في نوع واحد على ثلاثة هي هذه نفس الشي هنا إذن دائما فش كيكون عندي البسط كيسوي المقام الاختيزال دياله هو واحد فش كيكون البسط والمقام نفس العدد مثلا أربعة على أربعة خمسة على خمسة ستة على ستة أسبعة على سبعة دائما كيسوي لي واحد نفس الشي هنا عندي ثلاثة على ستة إذن نقسم هذا على ثلاثة ونقسمت هذا على 3 إذن 3 على 3 هي 1 و 6 مقسم على 3 هي 2 إذن 1 على 2 إذن هذا هو العدد الكسري المختاز بالنسبة التمرين الثاني أختزل الأعداد الكسري التالية إن أمكن إذن دائما نقولنا باش نختازل نقسمه على نفس العدد إذن هنا قد نقسم على 5 وهنا قد نقسم على 5 للإضافة هنا غير الإشار إذن 5 مقسم على 5 تعطيني 1 و 10 مقسم على 5 تعطيني 2 كذلك هنا إذن نقسمه على كنا على نفس العدد هنا نقسمه على 4 إذن إلا قسم 8 على 4 تعطيني 2 ولقسم 12 على 4 تعطيني 3 إذن 5 على 6 ما يمكن لنقسمها ما يمعندهم شي قاسم مشترك بين عبيناتهم نفس القاسم المشترك إذن لذلك سيصبح 5 على 6 إذن عدد لا يمكنه اختزاله بالنسبة التمرين الثاني الثالث أحيط المقام الموحد لكل من العددين دائما نقلنا باش نوحده المقامين كنضربه العدد الأول في العدد الكسر الأول في مقام العدد الثاني والكسر الثاني في مقام عدد الأول إذن نغضي نضربه 5 في 3 إذن المقام الموحد هو وخمسة عشر دائما كنضرب المقام المقامين المقام الأول في المقام الثاني نفس الشي هنا إذا نضرب المقام الأول في المقام الثاني اللي هي تمانية وعشرون إذا المقام الموحد بين هذا العددين غد يكون هو تمانية وعشرون تمانين أربعة ووحده المقام لكل عددين كسريين كما في المثال إذا نعطونا هنا المثال دائما كما قلنا هنا كنضرب العدد الكسري هو هذا ضربناه في المقام دي العدد الثاني والعدد الكسري التاني ضربناه في المقام دي الاول نفس الشيء هنا اخ عدد كسري هو ثلاثة من ضربه في ثلاثة سبعة يارف ٢١ową عشر و مسكتوق أربعة يارف ١٢٢ يعادر هذا هو الخاص implies ان 결정ه نفس الشيء اخذ ثاني و يمكن ق Abarth العدد الكسري الأول لفا 4 إذن 2 في 4 8 و 3 في 4 12 إذن المقام الموحد هو 12 إذن نفس الشيء هنا نضربه في المقام العدد الثاني وهو 2 حصلنا على 6 على 10 و العدد الكسري الثاني سنضربه في المقام لعدد الكسري الأول وهو 5 إذن هي 5 على 10 إذن أقارنه بكتابة الرمز المناسب بعد إجراء اختزال أو توحيد المقام في دفتاري إذن كما كان نلاحظو هنا عندي 3 على 7 وعندي هناyo 1 على 3 إذن سعود ان نصيبوهم هنا ونستطيعون بها الورقة أول حاجة بسنين وحد المقام بين هذين العددين الكسريين إذن 7 على 3 وهنا عدي 1 على 3 إذن العدد الكسري الأول هنضربوه في المقام العدد الكسري الثاني إذن 7 على 3 3 على 7 عفوا ثلاثة على سبعة قد نضربه في المقام ديال العدد الكسري التاني إذن ثلاثة في ثلاثة تسعة وسبعة في ثلاثة واحد وعشرون والعدد الكسري التاني قد نضربه في المقام ديال العدد الكسري الأول إذن واحد على ثلاثة قد نضربه في سبعة إذن واحد في سبعة سبعة وثلاثة في سبعة واحد وعشرون إذن هنا يا هو عندي جوج ديال المقامات المتوحدة إذن محط المقام هو واحد وعشرون إذن اللي عنده أكبر بس طوالي أكبر أعدد هنا عندي 9 وهنا عندي 7 إذن 9 أكبر من 7 وبالتالي في 3 على 7 أكبر من 1 على 3 دوزل العدد الكسر الثاني إذن عندي 8 على 5 و 3 على 5 إذن 8 على 10 8 على 10 و 3 على 5 إذن 8 على 10 سنضربها في المقام دي العدد الثاني اللي هو 5 إذن 8 في 5 أربعون و 10 في 5 خمسون وعدد الكسري الثاني و3 على 5 نضربه في المقام دي العدد الكسري الأول اللي هو 10 إذن 3 في 10 30 و5 في 10 5 إذن المقام الموحد و50 هنا عندي 40 هنا عندي 30 إذن 40 أكبر من 3 وبالتالي 8 على 10 أكبر من 3 على 5 إذن هنا عندي 2 على 6 و4 على 12 إذن سنحاول نحاول نختازل إذن هنا يخصني نقسم على 2 وهنا يخصني نقسم على 2 نفس العدد إذن شحالة تبقى لي هنا 4 مقسمة على 2 هي 2 و12 مقسمة على 2 هي 6 إذن حصلت على 2 إذن هنا عندي 2 على 6 وهنا 2 على 6 إذن هدن عددين كثريين متساويين نفس الشي هنا هل نحاول نوحد المقام كما درت في العملية الأولى إذن 3 على 4 نضربها في 5 إذن 5 هو المقام للعدد الكسري الثاني إذن 3 في 5 15 4 في 5 20 وناخد العدد الكسري الثاني اللي هو 4 على 5 ونضربه في المقام للعدد الكسري الأول اللي هو 4 إذن 4 في 4 16 و5 في 4 20 إذن مقام موحد و20 أنا عندي 15 هنا 16 إذن العدد الكسري الثاني أكبر من عدد الكسري الأول أكتب العدد الناقص إذن 4 على 2 هي إذن هنا رخني اختازلت بإثنان إذن أربعة مقصمة على إثنان إثنان حتى إثنان مقصمة على إثنان هتعطيني واحد سبعة إلى أربعة هدك كما تلاحظو هذا الأربعة فاش ضربتها باش حصلت على ثمانية ضربتها في إثنان إذن حتى هذا خسنين ضربه في إثنان إذن سبعة في إثنان أربعة تعاشر هنا عندي خمسة فاش ضربتها باش حصلت على عشرة ضربتها في إثنان إذن حتى هذا خسنين ضربه في إثنان إذن 3 في 2 ستة وإن عندي أربعة في أربعة باش حصلت على إثنان إذن قسمت على إثنان إذن حتى هذا قد نقسمه على إثنان إذن 6 مقسم على إثنان أتعطيني ثلاثة هذه طريقة باش نحاول الاختيزال وكذلك باش نعرف طريقة دي لتوحيد المقام إذن أرتب الأعداد الكسرية التالية تصعديا بعد توحيد المقام في دفتاري إذن هنا عندي المقام ستة وهنا أربعة وهنا إثنان إذن مقام موحد بين هذين الأعداد الثلاثة هو إثنى عشر إذن فاش ضربت هذي إثنى باش حصلت على إثنى عشر ضربتها في ستة إذن تثلاثة قد نضربها في ستة تعطيني ثمانية عشر فاش ضربت هذي أربعة باش حصلت على إثنى عشر ضربتها في ثلاثة إذن سال البست قد نضربه في ثلاثة يعطيني خمسة عشر وهنايا فاش ضربتها دربتها في إثنان باش حصلت على إثنى عشر إذن حتى البست قد ندربه فيه إثنان باش حصل على أربعة عشر سبعة في إثنان أربعة عشر إذن فاشتوا حتى المقام إذن اللي عنده أكبر بست هو أكبر عدد وهنا تلبو لي تصاعديا أي من الأصغر إذن أصغر عدد عندي هو سبعة على ستة إذن أصغر يليه إنا عندي خمستاش وهنا تمنتاش إذن يليه خمسة على أربعة ثم بعد ذلك ثلاثة على إثنان إذن هذا هو ترتيب تزايديا أو تصاعديا بعد توحيد المقام لهذه الأعداد الكسرية الثلاثة إذن إصطاد أسد فريسة فأكل إثنان على خمسة وترك واحد على ثلاثة للأبوء وأربعة على خمسة للأشبال إذن أوحد مقام الكسور ثم أحدد الحيوان الذي أكل أكبر ثم أحدد الحيوان الذي أكل أكبر ناصيب وأصغر ناصيب إذن كما كان لحظه فالأسد أكل إثنان على خمسة اللبؤة أكلت واحد على ثلاثة والأجباد أكلوا واحد على خمسة خمسة عشر إذن باش نعرف حني هل نحاول نح Apps هذه المقام ما بين هالثلاثة الأدد إذن عندي هسة ثلاثة خمسة عشر إذن المقام الموحد بينهم هو خمسة عشر إذن فاش ضربت هات خمسة فاش حصلت على خمسة عشر ضربتها في ثلاثة إذن احتحت唉دي إثنين نضربهو في ثلاثة إذن أعطيني ستة على خمسة عشر إذن الأسد أكل 6 على 15 بالنسبة اللابوء إذن فاش ضربتها دي باش حصلت على 15 ضربتها في 5 إذن ساوا حدا نضربه في 5 إذن اللابوء أكلت 5 على 15 والأشبال أكله 4 على 15 إذن هلما المقامات موحدة عندي إذن شكون هو أكبر ناصيب إذن هو أكبر بستناية إذن هو 6 إذن أكبر ناصيب هو الذي أكله الأسد وأصغر ناصيب عندي هو 4 والأربعة على 15 وهي هو الناصيب الذي أكلوه الأشبال إذن بالنسبة للتمرين 9 أعدت أم أيمن كعكة فأعطت منها لابنها 2 على 5 ولابنتها 4 على 10 فقال أيمن لقد أخذت أكبر لقد أخذت أكبر قطعة إذن هل هذا الصحيح؟ إذن سنحاول نوحد المقامات ونقارن مبيناتهم ونشوفوا أشكلامه صحيح أم خطأ إذن سنأخذ العدد الكسري الأول هو 2 على 5 ونضربه في المقام العدد الكسري الأول الثاني إذن 2 على 5 سنضربه في 10 إذن 2 في 10 20 و 5 في 10 50 إذن أكل أيمن أكل أيمن إذن 2 على 5 اللي هي كتسوي لي هي 20 على 50 بينما أخته إذن أخذت كم؟ أخذت 4 على 10 إذن سنضربه في مقام العدد الأول اللي هو 5 إذن 4 في 5 20 و 10 في 5 5 هي 20 على 50 كما تلاحظوا فأيمن وأخته وأخته أخذ نفس النصيب اللي هو 20 على 50 وبالتالي فما قاله أيمن خطأ إذن خطأ ما قاله أيمن لأن 2 على 5 تساوي 4 على 10 إذن فاش ضربتها دربتها في 2 حتى 5 ضربتها في 2 إذن 2 في 2 4 و 5 في 2 10 إذن أخذ نفس القطعة نفس القطعة اللي هي 20 على 50 اللي كتسوي اللي هي 2 على 5 اللي كتسوي اللي هي 4 على 10 إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من 8 صحة 3 و 30 إلى إن شاء الله إلى 8 صفحة 34 في فيديو القادم إن شاء الله إلى اللقاء